اطلالة زينب فياض ابنة هيفاء وهبي وهي طبعا تنافس والدتها بالجراءة والاناقة مثل ما نعرف احنا هيفاء وهبي هي الاولى بالاطلالات الجرية بسبتها زينب طبعا احتلت المرتبة قبل والدتها وزينب فياض تتصدر اهتمامات متابعينها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركة المتابعين احدث اطلالاتها واللي عكسة الجراءة والاناقة خلي شوفوا اينا اول اطلالة الاطلالة طبعا مثل بدا تشوفون هو كل شلافته فستان ميدي قصير تحت الركبة مثل ما احنا نسميه ضيق وهاي الاطلالة طبعا نقشة الفستان مطبع بنقشة الفهد هو فستان ميدي ضيق وحنا مثل ما نشوف انه الفستان انا كل شاشقها الانواع من الفساتين وهاس هي ترند حاليا اضافة لهذا حقيبة باللون الاسود الجلد اللي كل شنطتها اطلالة لافتة واطلالة اخرى ايضا عندنا من اختيار طبعا اختارت زينب بهاي الاطلالة فستان باللون لا عفوا نسقت تنورة ميدي ايضا بنقشة الفهد مع توب اسود في الكتف طبعا كتف الثاني هو عبارة عن كشاكش احنا نسميها هاي الاطلالة كل شي ترند حاليا واشوفه هوايا احنا متابعين متابعين عندنا هوايا بالسوشال ميديا نشوفهم انه ادي اعتمدون هاي الاطلالات واني ايضا عندي من هاي التنورة لانه كلش احب موديلها بها فتحة من الجانب فاطلالة كلش موفقة انا اعتبرها وراح ننتقل الى الاطلالة الثالثة اختارت زينب بهاي الاطلالة فستان باللون الاحمر الكرزي يتميز طبعا بقسطة ضيقة وعنده ياقة اللي هي الياخة احنا نسميها على شكل حرف سبعة وايضا نسقت ويا حقيبة مني بالجلد الاسود الصغيرة وكلش اطلالة ملفتة وبسيطة كلش بس منطيتها جرأة كلش حلوة ننتقل الى اطلالة الاخرى باللون الاحمر اختارت زينب سروال كلاسيكي زينته بالحزام اللي هو جاي بالنفس اللون وايضا نسقت ويا قميص وحذاء باللون الاحمر ايضا وهي اطلالة كلش لطيفة رغم انه رغم طبعا شوي اكو طارق بالالوان اللون الاحمر يعني تدرجاته فلهذا السبب اطلالة كلش حلوة والجنطة كلش لطيفة اعتبرها منسقة جدا وهذا السروال ايضا همينا دارج حاليا بهاي الموسم البناطير العدلة لشارلس احنا نسميها موك شارلس كلش من جوانا ما تيجي قصتها عدلة وده نعتمدها ايضا باطلالاتنا الرسمية او الكجل بشكل عام ايضا اطلالات اللي لفتت بيها زينب اختارت فستان مطبع بالكامل بالازهار الحمرة وزينتها ايضا بحقيبة بنلون الابيض الصغيرة من الجلد الابيض طبعا الالوان احنا نعرف انه الورود دائما دائما احنا نعرف انه الورود واطلالات يعني يعتمد الصيف على الاطلالات اللي بيها ورود شوية والوانها كلش لطيفة مزجد بين الابيض والاسود والاحمر وبما انه احنا هسا على بواب الخريفة اكيد الاطلالات تختلف بين المواسم لكن هذا الاطلالة في الصيف كانت وهذا اطلالة موفقة الها اما الاطلالة الاخيرة من درجات اللون البيج وتحديدا الاقرب الى النود اختارت زينب تقم مؤلف من تنورميدي مع شق جانبي مع قميص قصير اطلالة كلش لطيفة وتقريبا اني نفس الاطلالة عندي فكل التوفيق الها وكلش اطلالة جميلة طبعا الاطلالات هي مون فقط للنساء ايضا الرجال اللي هم حصة بموضوع الاطلالات بالتالي ممكن انه اليوم الرجل ما يعرف باطلالات المرأة وبالتالي المرأة ممكن انه تعرف المعلومات بسيطة عن اطلالات الرجل لكن ممكن اكون منهم يكون عنده خبرة بهذا الموضوع حتى لو كان الموضوع للجنس الاخر يعني اني اليوم كرجل ممكن انه يكون عندي خبرة بموضوع الاطلالات للجانب النسائي وأيضا نسائي لأجانب الرجالي لذلك اليوم أيضا أحنا همنا ممكن أنه عندنا أطلالات خاصة بالرجال وأيضا للرجل استوحي طبعا أطلالات البذلة من أشهر النجوم رغم رواج الأزياء الكاجول بين الرجال بشكل كبير في السنوات الأخيرة إلا أن خزانة أغلب الرجال لا تخلو من البذلة نظرا لأهميتها في الأطلالات الرسمية والسهرات والمناسبات الاجتماعية طبعا في حفل بدار أوبرا دبي اختار النجم اللبناني راغب علامة ظهور ببدلة أنيقة باللون الرمادي الداكن طبعا هذه البذلة جاءت بجيوب ذو أغطية مع آياخها عريضة باللون الأسود تم تصميمها من قماش الستن مع أساور للأكمام ذات أزرار من القماش الأسود أما القميص فنشوفه أكيد بتصميم أنيق باللون الأسود مع بنطرون ضيق أسود لأطلالة أنيقة وراقية طبعا رغم بلوغة أكثر من عمر خمسين سنة إلا أنه ما زال يحافظ على القيافة وعلى جمال اللبسة أيضا أنه نشوفه دائما هو من رواد الملابس الكجول لكن بالاحتفالات والمهرجانات يكون يكون الاختيار من نصيب البدلات الرسمية أيضا لاقت موضة البدلات البيضاء والأوفوايت رواج كبير في الآون الأخيرة وهو ما جعل النجم المصري تامر حسني يستعين بها في إطلالته خلال إحدى حفلاته الأخيرة في أبضبي حيث نسق تامر حسني بلايزر قصير باللون الأوفوايت طبعا صممه بباقة قصيرة وبياخة قصيرة ورفيعة مع جيوب ذات أغطية إضافة إلى بنطرون أسود من قماش الجبردين وحزام من الجلد الأسود اللامع وقميص أبيض واختار حسني حداء بوت دورقبة قصيرة وأربطة أمامية ليغفي مزيدا من العصرية والشبابية على إطلالته طبعا هذا يعتبر أيضا واحدة من الإطلالات الكجول هي ما تعتبر كجول ممكن تعتبر مني كجول هي ما بين الرسمية وما بين الكجول لذلك هي اليوم أيضا دارجة بين الشباب هي حتى يبينها بعمر أصغر طبعا خلال حفله الغناء يختار النجم المصري محمد حماق الظهور بإطلالة أميقة بالبدلة السوداء حيث اعتمد بدلة مصممة من بلايزر طويل أسود دوياخة قصيرة ورفيعة مع إزرار سوداء على أساور الأكمام وبنطرون أسود بتصميم كلاسيكي واسع وأيضا قميص أبيض ونسق حماقي مع هذه الإطلالة الفخمة حزاما وساعة يد من الجلد الأسود مع نظارة شمسية ذات عدسات سوداء طبعا البدلة هي رسمية ألوانها هي دائما تكون ألوان بسيطة باعتبار أنه اللونين هي ألوان كلاسيكية وقديمة لكن في بعض الأحيان حتى البدلات اللي يكون تصميمها أو شكلها أو ألوانها قديمة ممكن أنه يرجع موديلها مرة أخرى يعني ممكن أنه حتى شفنا أنه موضوع البنطروني الكلاسيك وشارلس ممكن أنه رجع يظهر من جديد بالضبط هي الموضة السابقة كلها بلاشت ترجع بس أنا عندي تعليق أنه السود الكامل للرجالي أحس أنه إذا كان كلش رسمي يكون بربطة العنق فهم ينطوا طابع شبابي شوية تكون أزرار القميص مفتوحة أو يضيفون للسوت أيضا يضيفون لشوز وليس أنه يكون لبس رسمي فهي تطيهم طابع شبابي أكثر خاصة المغنين أو السليبراتيز المعروفين تقريبا حلوة تكون عليهم اللبس بالشكل بذلك بدنا نشوف أنه دائما هو البوت أو الشوز السبورت صار يلبس مع البدلة أو السوت الرجالي قبل شانوا يتحكمون أنه هاي اللبسة لازم تكون رسمية كاملة مبوز أو جلد لا هسا صارت شغلات هواية ترند نزلت على الساحة ممكن أنه يتابعوها أيضا ممتاز عندش معلومات لا طبعا طبعا اختار النجم اللبناني والكفوري إطلال راقية بالبدلة الرمادية خلال إحدى جلسات التصوير حيث نسق بدلة مصممة من البلايزر باللون الرمادي الداكن صممة بياخة عريضة وأكمام ذات أساور مزينة بالأزرار السوداء مع قميص أسود وبنطرون كلاسيكي أسود كما نسق مع إطلالته مجموعة من الإكسسوارات المصممة من الفضة طبعا ممكن أنه أنا أشوفها من أجمل الإطلالات اللي شفناها اليوم طبعا أنا أطي عشر من عشر على هذه الإطلالة الجميلة والفضة يشوفه شون ممكن أنه نسوية فد موضوع معين باللبسة بشكل كامل يعني ظهرت أنه البذلة بشكل أجمل شوف الأكسسوارات جديات أنه تنطي إطلالة ثانية سابقا بس ساعة اكتفينا بس ساعة يعني مثل ما دي نقول لك وشغلاته هواي أبدل تتزل تططي جمالية أكثر لللبسة اليوم حتى التاتو ممكن والوشم قبل نشوفه ممكن بس عد البنات أو عد النساء فقط لكن اليوم حتى التاتو أصبح موجود عند الشباب فئة الشباب اليوم مقبلين على هذا الموضوع بشكل كبير أيضا هو يعتبر من الإطلالات ممكن أنه إلى كثير من المحبين أكيد طوال